لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن دكتور صفية دين حامد رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية أهلا بكم دكتور أهلا وسهلا تحياتي لك ولكل المشاهدين بعد اجتماع أو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغون واجتماعهما في هانوي انتهى هذه القمة انتهت دون توصل إلى أي اتفاق كيف تفسرون ذلك؟ أسباب كثيرة أحدهم يبدو أن الصرفين جاء إلى طاولة المطاوضات وهو متمني الحد الأقصى من الطلبات بدل الحد الأدنى أو حتى الحد الوصفي المتصالح يعني هذا جاء حيول جاء بأقصى طلباته وهذا جاء بأقصى طلباته طبعا لم يحدث إلى جانب لحظ كبير أعتقد أن الجانب السيتي كان عنده بلس بالتسجير الرغبوي أو سواء ألم ألم بأحسن النتائج وده طبعا تسرع أنا يعني كان واضح أن في بعض السماء وقد يكونها في بين مثلا ما قاله الرئيسرا وما قاله مايك بومشن يعني معنى كذا أن كان في تسرع واستعداد غير تعم خاصة أننا بسجد على رأس أمريكا بيطرف واشنطن ويسافر يعني يعني اطرع اطرع صور طويل إلى جانب أن يعني هذا الزهد في حد ذات كان يعتبر دكتور صفي إلى أي مدى تظن أن كوريا الشمالية دخلت بحسن نية لهذه القمة فيما واجه الرئيس الأمريكي ذلك بعدم التنازل عن أي شيء المسائل مش بالنياز المسائل طبعا المفاوض يدخل ومعه في ذهنه الحد الأدنى والحد الأقصى ونحاول أن يفاوض أو يلعب نلعب أباياه ناياه يعني كل واحد كانت داخل بالحد السماء ولا كان الحقيقة السبب عند نورس كوريا الآن الكوريا الشمالية نهت السماء عن أهم إنجازاتها في القرن وهو الحالي وهو الوصول لنا نسفح عدوة بالدناوة فلذلك تصلب كل الحصارات يجب أن تزال فورا بعد ما تتحرم كيف تفسر هذه التناقضات بين المسئولين الأمريكيين والكوريين حول العقوبات تحديداً عن رفعها الكل أو الجزئي ما هذا يدل على أن المفاوضات اللي دارت في السبعة تشهر الأثيرة أو السبعة تشهر الأثيرة الحقيقة يا إما كان ونحن الآن أعلى فجر وراء الأفضل الصلاحة لكن يبدو أنها لم تتصرف إلى هذا بطريقة كافية بدليل أنها تضحط يعني إنا كنا في كلمة إداد غداء وبعد توقيع إعلام التفقية وفجأة كل هذا يعني ينكسر أمام الحقيقة المؤلمة أن الرئيس ترامب يعني تافح الصف قويلة جداً عشان يقطع يعني كانت تايفة على التواصل الخارجية يعني لا يأتي الرئيس إلا في وقت سعلاً فيحكب ويعني السعالة وهذا يعني التفقى يعني شيء يقصد على ما على تداد هذا الصف ما هي توقعاتكم لمبعد قمة حانوي بين العلاقات الأمريكية والكورية؟ لا أنا أعتقد المفاوضات تستمر بس يعني تدين لأسلوب أهل يعني إلى الآن حضيقة أعتبر مايك كونفيو يعني من أضعف وزراء التاريخية إلى الآن يقصد العالم لكلام معتول ووعود لكن ما فيش إنجازات وده يعني لما أرد كيري اللي قبل كيري توفق نهاية بسرية كاملة إلى معهد عقل معاهدة تامنة مع بينات عالك كله وعراضي كان هذا نجاح بس هنا تجد إن في تطرق وما أعلى كين يقصد جون بولدو اللي هو ستسير وقوم اللي هو ستسير الأمن القوم دابت بالي إلى الأسراء لكن في الأيام هل نحن بنجد في صدار بين السير الخارجية وبين ستسير الأمن القوم أو ماذا؟ لم يصد على صورة إطلاق تفترض أنه بيضا موجودة شكرا جزيلا لك رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفية دين حامد كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن